اشتركوا في القناة بمثاق الشرف العمالي الذي اعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمطالبة العمال بوقف الاضرابات العملية والالتزام بالحوار المجتمعي مع الحكومة واصحاب الاعمال كالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المثاق اثار جدلا كبيرا ولكن زادت الوتيرة بعد حكم المحكمة الادارية العليا بشأن اضراب الموظفين داخل مقار العمل حيث عقبت ثلاثة موظفين باحالتهم للمعاش وتأجيل ترقية 14 اخرين لمدة عامين بدعوة اضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن اداء مصالح المواطنين ليست هذه هي القضية الوحيدة على الساحة العملية ايضا هناك ظاهرة التعددية النقابية للحركة العملية البعض يعتبرها نقابات وهمية لا تهدف سوى تفتيت الحركة العملية اخرون يرونها بتهدف لمنع احتكار كيان واحد للحركة العملية قضايا العمال في عيدهم نناقشها في هذه الحلقة من خطوط تماس ابقوا معنا جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال ليؤكد اهتمام الرئاسة بوجود الشباب على الساحة السياسية واهمية دور العمال في بناء المجتمع وذلك في اول لقاء يجمع بين الرئيس وبين عمال مصر الرئيس السيسي يؤكد دائما في خطاباته اهمية دور الشباب في بناء مصر وانهم يمثلون القوة الحقيقية في هذا الوطن مشيرا الى ان تمكين الشباب جزء من استراتيجية الرئيس ومع الاحتفال الرسمي بعيد العمال الذي يقيم الاتحاد العام لعمال سنويا يكتسب الحديث عن دور العمال في اعادة بناء الوطن بعدا جديدا بعد طرح الاتحاد ميطاق الشرف العمالية حيث يعتبر الاتحاد العام للنقابات العمال الممثل الشرعي الوحيد لجميع عمال مصر ويمثل ميطاق الشرف العمالي نقلة نوعية مهمة في الحركة العملية المصرية لانه يعد بمثابة عقد اجتماعي بين الحركة العمالية والدولة في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر وقد اثرت قضية التعددية النقابية في الاوينة الاخيرة جدلا واسعا في صفوف الحركة العمالية حيث يرى التحاد عمال مصر انه يمثل كيان الشرعي الذي يحمي حقوق العمال ومن ينادي بالتعددية هدف تفتيت الحركة العاملة واكد رئيس اتحاد عمال مصر جبال المراغي ان اشتراكات العاملين في عضوية تلك النقابات تعتبر اموالا عامة وتغضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الامر الذي تفتقده ما تسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة في نفس السياق اكدت النقابات العملية ومنظمات اصحاب الاعمال رفضها لقرارات وزارة القوى العاملة بشأن انشاء ما يسمى بالنقابات المستقلة والتي ظهرت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مطالبين بضرورة احترام الشرعية الدستورية وتوجهات القيادة السياسية التي اكدت رفض اي كيانات موازية تعمل من اجل اعاقة مأسيرة التنمية والتقدم فيما يؤكد ناشطون عماليون ان مصر وقعت على اتفاقيات دولية تكفل حرية العمال في انشاء نقاباتهم والنقابات المستقلة تمارسوا دورا ايجابيا لتحقيق مصالح وحقوق العمال مؤكدين ان العمال هم المسؤولون عن تحديد وجود النقابات من عدمه اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين الكرام ارحب في هذا الحوار بالاستاذ هاني عفيفي الامين العام لاتحاد عمال مصر ديمقراطي مساء الخير يا استاذ هاني وايضا ارحب بالاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مساء الخير يا استاذ مجدي ابدأ مع حضرتك يعني بعد حكم الادارية العليا الخاص بالاضراب هذا الحكم اثار غضب بين الاوساط العملية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ماذا سيفعل في هذا الصدد خصوصا أنه البعض ربط بين هذا الحكم وبين ميثاق الشرف العمالي للاتحاد نحن بالتأكيد مع حق العامل في الإضراب لأن حق العامل في الإضراب مش منحة حق كفل القانون كفل الدستور كفلته كمان المواسيق الدولية اللي نحن وقعنا عليها كمصر وبالتالي نحن لسنا أصحاب سلطة في أن نحن نمنع هذا الحق لا ده حق وبالتالي من حق أي عامل يومي نحن ندرس تفاصيل هذا الحكم نشدون القانونة عندنا بتفصل وبناء على الدراسة هناخد موقف الطعام على هذا الحكم خاصة وأننا لسه ما تأكدناش هل هي كانت بسبب الإضراب أم هناك أشياء أخرى كانت موجودة إحنا سمعنا حاجات كتير ده موجود في حيثيات الحكم هيظهر في حيثيات الحكم هيظهر في حيثيات الحكم هل هو كان إضراب ولا احتجاز عمال وكان فيه مشاكل أخرى ما لاش دعوا بالإضراب لو كان إضراب إحنا هنوقف ونساند العمال دي وهنتبناهم حتى النهاية حتى عودوا العمال لأن لو كان إضراب يبقى اللي مارسوه حق وبالتالي واجب علينا المساندة تماماً له طيب أستاذ ذهني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيرى في ميثاق الشرف العمالي أنه لا يعتبر تنازل أو إهدار لحقوق العمال هو مشروط بتنفيذ مطالب العمال في ظل ذلك وبعد حكم الإدارية العليا إذا كان حق الإضراب مكفول طبقاً للدستور يعني من يملك حق وقف الإضرابات ومن يقول إذا كانت في صالح العمال أولى ضدهم حضر الله سيدي دلوقتي مفيش من ساعة الثورة ما قامي ساعة 2011 مفيش وراء مطلوب العمال يتنفذ على أرض الواقع كلها كانت وقود وكذا وزارة جت حوالي أكتر من سبع وزارات وكذا وزير كول عاملة مفيش أي حاجة تنفذ وكذا رئيس جمهوري ومع ذلك بيطلبون بواقف الإضرابات ومساق شرف على أي أساس قانون الحرية النقابية لحد اللي أدرس ما صدرش الشركات ما زالت بتتباع والشركات اللي اتحاكمت لها بيردها للدولة تاني ما تنفذ حكم المحكمة ومع ذلك حكم المحكمة بيتنفذ على العمال بالفصل ولا براء اللي هي حكم سياسي لأن قانون السادات اللي طلع دلوقتي تمثلها ال86 في حكم المحكمة الإدارية العليا أيام إضراب السكة الحديد وساعتها لجأوا للاتفادي الدولي الحق في الإضراب والتنظيم وحاكموا ببير براءة المعتصمين ساعة ليه الحكم دلوقتي وبع ذلك القاضي لجأ لشارع الإسلامية شارع الإسلامية عدم الخروج على الحاكم وده بيتحرم الشارع الإسلامية من إمتى القانون بيلجأ لشارع الإسلامية ومرجعش الماضي للقانون نفسها القاضي فدي كلها علامات استفاهم عاوزين نحطها دلوقتي قدامنا عشان خاطر نعرف عم الحل فيه آه يعني أنت مش مع فكرة الميثاق لا طبعا آه للأسباب اللي حضرتك قلتها وفي أسباب تانية ولا لا طبعا أنا عندنا فيه ناس بتتفصل عشان خاطر مزولتها لنسلط النقاب وعشان بطالب حقها بيتم الفصلة مباشرة أنا كنت أعده في لجنة عودة المفصلين الفصل التعصفي في وزارة الكبير العامل ولحد دلوقتي اللجنة بتبقى لقرار الوزيرة موجودة بس على الورق اتحاد عمال مصري ديمقراطي ده يعتبر النقابات المستقلة آه يعني أحد النقابات المستقلة لأن الأصل في الأساس هي النقابات المستقلة يعني اللي الانقابات المستقلة يعني كلمة المستقلة دي مش إساءة أو زي ما البعض بيقولها الا هي المقابات يعني هو عندرج آه ممولة ونقبات عميلة لا هيا النقابات في الأصل انقابات أجيمة ولا جديدة هي النقابات في الأصل يتبقى مستقلة هيا است пред countsенный مش hai عن ستعلочة عن العمل التي عن الحكومة آه البعض بيرى استاذ مجدي ان احنا مش محتاجين شرف عمال يقدم احنا محتاجين عقد اجتماعي بيحدد واجبات وحقوق العامل وصاحب العمل في نفس الوقت يعني لماذا لم ينطلق الاتحاد من ذلك واكتفى بفكرة ميطاق الشرف طيب خلينا نتفق ان انا موافق هاني جدا في مسألة ان العمال هي الفئة الوحيدة الخاسرة منذ بداية ثورة هنايرو حتى الان نصنع المغلقة العمالة المفصولة في امور كثيرة جدا الحاجة الوحيدة اللي احنا كسبناها منذ بداية ثورة وحتى الان هي تطبيق الحد الادنى للنجور على العمالين في الحكومة اما غير ذلك فالعماء العمال لم يصلوا لاي حالة من ازمتهم يعني الحاجة التانية احنا ليه فكرنا في مسألة يعني ايه وقف الاضراب دي مبادرة مش قرار فيه فرق بين المبادرة والقرار انا بقدم مبادرة بقول فيها انا بطلب من عمال مصر في هذه اللحظة الحارجة تأجيل الاضرابات لمدة محددة من الوقت اللي هي فترة بناء الاقتصاد المصري اللي هي مدة دي اللي هي احنا كنا مقدمينها قبل كده بثلاث سنوات وجددناها دلوقتي بسنة يعني بسنة بسنة طيب الهدف من ده ايه والمقابل ايه انا شايف عندي دلوقتي ان الوضع الاقتصادي متدهور وفيه مرحلة بناء طيب انا قلت انا مستعد نقدم مبادرة لمسألة الاضراب في مقابل ان العامل يحصل على حقوقه المستقرة اللي هي الاجر العلاوة الحافز وارباحهم كان بيتقضى ارباح طيب الاضراب ده يوقف امتى في حالة المطالب الفقوية الجديدة وهذا الكلام مكتوب في نص المبادرة الاقتصاد المصري لا يتحمل المطالب ان يكونوا هناك في خلال تلك الفترة مطالب فقوية جديدة احنا وانا هروح امسك كل واحدة اكتفه وقوله ما تضربش لكن احنا بنقول ده مطلب وطني وبندح لهمال ان هما ينتسلوا ليه افرد جي واحد صعب عمل وتعنت من حق ايه اتفاور وانمداش من حق العامل انه يعتصم لكن مفيش حاجة اسمه امنع امنع اصلا هو مش كلوم بتقفله يقفل تفتحه يفتح لا كل حاجة لها مقابل وبعدين انا النهاردة برضو لما فكرنا في الفكرة ان احنا وقف الاضراب كان فيه هدف اخر ان انا افعل علاقات العمل بمعنى خلينا صرح ما دلنا بنقول عليه عقد اجتماعي خلينا ما هو في صيغة عقد اجتماعي خلينا صرحة منذ بداية ثورة ينايرو حتى الان اول وسيلة التفاوض بالتم هي الاضراب مش كده صحيح مع ان انا وظفتك نقابي ان انا تفاوض مش اقرب اتفاوض ثم اتفاوض ثم اتفاوض ثم اتفاوض عشرين مرة تفاوض واخر حل الجائل اللي هو الايه الاضراب لا انا بقى بهدف من ورده ان انا فعل مسألة علاقات العمل اللي ايه اللي موجودة في القانون مش اللي انا باختراحها اللي في القانون فبفرض علاقات العمل ده هدف من الهداف الميثاق اه طبعا افرض ان انا مقدرتش اوصل من علاقات العمل ده لحق العامل يبقى خلاص اطرق لكن مفيش حاجة اسمها يمنع الاضراب لا اقفل الباب يبقى باب يتقفل لكن هي علاقة بين طرفين او بين ثلاث اطراف الثلاث اطراف توفقه احنا طب ما احنا طلبنا من رئيس الوزراء ان احنا نرقع اتفاقية مع اصحاب الاعمال او ايه مش اتفاقية اه زي ما بقولوا كده يعني تفاهمات مع اصحاب الاعمال ليه؟ عشان يبقى فيه صيغة لحل المشكلة انا النهاردة عندي مشكلة هنا في القطاع الخاص ومشكلة هنا في القطاع الخاص ومشكلة هنا في القطاع الخاص طيب لما اجي احل مع مين مم مع صاحب العمل وفجأة ملقاهوش ممم بقى التعامل مع موظف الموظف ليس له صلاحية ممم طب يا عم يا تحدي الصناعات تعالى اعمل معي تفاهم ممم ممم واول ما اجي ابقى عارف ان انا هجيلك هتجيب لي صاحب العمل ونقعد على الترابيز ايه طيب هي المسألة مش بالشكل المتصور لا هي المسألة ايه الهدف منها احنا بنقدم يدينا للاقتصاد المصري لو الطرفين الشركاء في العمل اللي هو الحكومة واصحاب الاعمال قدموا نفس المبادرة او قدموا خطوة معنا المسألة هتكتمل لكن انا ما اقدرش اقدم من غير هم كمان ما يقدموا صحيح طيب استاذ هاني يعني طبعا احنا متفقين انه فكرة الاضراب دحق لكل عامل وانه حضرتك ذكرت انه من ايام ما الثورة قامت لغاية الوقت ويمكن العمال ما حققوش الهدف او المكاسب اللي كانوا بيرجوها من وراء الثورة ولكن ايضا هناك رأي اخر يعني انه من ساعة ما قامت الثورة الاضرابات كانت في جزء كبير جدا منها مش عن حق وانه العمال اللي قاموا باضراب او طلبوا مطالب في اوية ما كانوش بيحققوا انتاجية عالية جدا علشان يطلبوا قدامها المطالب اللي طلبوها فهو الموضوع ليه شقين ما نفضلش احنا طول الوقت بنقول صاحب العمل في القطاع الخاص او الحكومة في القطاع العام ما هو ايضا بيقال انه انتاجية العمل المصري ضعيفة جدا على كل هذه المطالب رأيك ايه؟ ما نقولش طبعا الحكومة ما بتقدمش ليه حسط دينية او بيادري تخياري انا مطالبي في اوية ومطالبي كلها غير شرعية بتقعد معايا ملوش كده نقول انه هيدا رأيي وفي جزء بالفعل انا كشخص مطالبي في اوية وكل مطالبي غير شرعية تقعد تم يقعدوا معايا ويعرفوني دوت ويعلونوا الموضوع دوت لكن وقتين وقتين من العجيب وبياخدوا كله بزنب كله يعني لو فيه بياخدوا كله بيعملوا ايه؟ يعني وقت الثورة ما قامت كانت المطالب الفقوية دي جزء كبير منها بيتحقق على فكرة وكان بيدفع فلوس يعني انا حضرتك هالعمال مصدومين من زمان فلازم ده كله تعوين وفينا ضخم في الاسعار يعني حد مبارح أنا شايف لسه فيه مش عاد بقس كتشع ولا حقيقة اللي فيه ارتفاع على اسعار الكهرباء 50% في شهر 6 اللي جاي الناس هتجيب ده كله منين فلازم برضو الدولة التزم اللي هي تحفظ على الاسعار ولا التزم اللي أنا ضبط النفس لحد ما حوالي البلد الاقتصادية تتحسن لكن ما تعليش الاسعار وتقول لي ما تتكلمش ما تضربش ما تطلبش بحقك لا أقعد معايا وجدولي طلباتي يعني أستاذ نجي قال على مدار السابق عدريك بتتكلم في نفس النقطة الاولانية اللي احنا كنا نمتفين عليها ولكن النقطة التانية أو الجدل التاني فكرة أنه أيضا العمال يجب أن يكونوا أكثر انتاجا أكثر تدريبا أكثر دراياتا بشغلهم العمل المصري على مستوى العمال اللي العالم كلهم بيشتغل في أسوأ الظروف وده معروف حتى لما بيطلع بره بيبقى أكفى لاياد المهرة بره وهنا ما فيش جوه عمل مناسب للعمل المصري حقيقة اللي جوه عمل مناسب وأنا أديك أعلى انتاجا ما تجيب ليش مكانة مع أمرأة اللي افترض انتها بقاله عشرين سنة وطلب لي بانتاجا ما تجيب ليش أشغال والدرجة الحرارة مع ديها اللي أربعين وما فيش أي وسائل التهواء وطلب لي بانتاجا ما تخلينيش أجي في الصبح من مواصلات ومتشهدت أعد ثلاث ساعات في المواصلات ومنوصل لمكان للعمل وطلب لي بانتاجا هيعله ظروف وشروط العمل ولم تتخذ من الانتاج هنا بقى الطلبين بانتاج عشان أقدر أطلب بساعدها بحق رأيك إيه أستاذ مجدي في الكلام ده أنا رأيي يعني مش كل الخطأ بيقع على عاطق صاحب العمل سواء كان عام أو خاص طيب إحنا خلينا نقول الأول مسألة العامل وتدريبه هي الأهم خلال المرحلة هي قضيتنا خلال المرحلة اللي جاية إحنا للأسف عندنا أزمة صعبة جدا في مسألة التدريب وهي أن كل مزارة من الوزارات لديها مركز تدريب تصرف عليه وفي النهاية المنطق صفر أي كيف نوحد هذه المراكز وكيف يكون لها أب شرعي وكيف يكون لها السياسة في تدريب العامل يمكن الرئيس في احتفال عيد العمال قال أنا جبت 200 شاب وال200 شاب ودتهم يتدربوا على أساس دول أنا عارف أن الشباب هم اللي هتولوا بقيادة الفترة الجاية طيب دول هتولوا بقيادة الفترة الجاية طيب العامل بقي اللي هيبني بجد أعمله إيه المفروض أنا الفترة اللي جاية دي أهتم بمسألة التدريب ولما أجأ أشغل حد أشغله من خلال مركز التدريب مش أفتح هو يبقى إيه الشغل تعيين أبناء العاملين لا مش أفتح تعيين مين لا الكلام ده كله أنا النهاردة يبقى عندي منظومة قوية للتدريب في مصر تطلع علي عامل مهر العامل المهر ده أنا المصنع بتاعي لما أحب أجيب فيه عمال أروح أجيب من مركز التدريب لما ييجي حد يعيز عمالها مصرية يعني عمالها من بقى خارج مصر يروح يجيب من مركز التدريب يبقى أنا بضمم أطلع عامل مهر يخدمني في الشركات المصرية ونمرتنين يبقى سفير لي برا لما ييجي طلع برا أنا بأحسن جدا لما بسافر دولة العربية هو بلاقي أن العمالة المصرية بقت إليلة جدا في الدول الخليج تحديدا كلام سليم وليه لأن العامل المصري أصبح غير مدرب لازم النهاردة أهتم بتدريب العامل المصري جدا عشان خاطر يبقى هو سافير لي لما يروح يبقى كويس هيجيبه واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وراء للأسف طبقا للإحصائيات اللي صدرها من الحكومة أن الطلب على العامل المصري الشهر اللي فات قال لي بنسبة 40% وأنا بعتبر أن دي كارسة ولازم بقى أبص للمسألة دي الحاجة التانية لازم أنظر بشكل قوي للعايل اللي ياخد دبلوم يعني إيه العايل الشباب اللي طالعين دول لازم إحنا عارفين اللي هيبن مصر خلال الفترة الجاية الشباب اللي هيطلع اللي هيبقى حاصل على دبلوم صنايع ودبلوم تدريب مهني ودبلوم ده هو ده اللي هيبقى الإيد العاملة لو أنت واخد بالك إحنا ضاع من قمصنا فكرة لسطة لسطة فلان دي ما بقتش موجودة دي كان زمان كان الأب أبونا كان بيفتكر أنه هو أسطة كلام سليم؟ دلوقتي بقت عار ليه عار؟ لأن للأسف الحكومة في أمور كثيرة بتبقى دافع النهاردة لما أنا أبقى حكومة وبنشئ مدارس أقول أنا بقبل فيها أولاد المؤهلات العليا فقط الدولة اللي بني المدارس دي وهي اللي حطها الشروط دي وتقبل أبناء حاملة المؤهلات العليا فقط يبتبقى دي كارثة لما يبقى فيه أندية ترفع الأسعار على حاملة المؤهلات المتوسطة عشان ما يخشوش مع الأفندية في النوادي تبقى كارثة أبناء أبناء العمال النهاردة صرف معلش خلينا بقى نواجه بعض ما بدخلوش لنيابة ولا قضاء عشان خطر هم أهلي ومش حاصلين على مؤهلات عليا يا جماعة إحنا لازم نعلي من قيمة البدلة الزرق زي زمان لازم زي مع عبد حليم كان بيغني للإنتاج والبدلة الزرق ده لازم كل الكلام ده يرجع تاني عشان نحيي قيمة العمل ونخلي العامل هو النور اللي بيضيق لهذا الوطن مش هتعامل مع العامل على إنه حاجة تحت لا القبيع بالنهاردة لما بيبقى عنده بنته وجيله واحد حامل موهل متوسط ما برداش يجوزها له عشان هو بيعتبره فاشل في التعليم إحنا لازم نغير مشكلاتك نظرتنا نظرتنا طيب أنا آسف لا لا نقل على نقطة تانية غير نقطة الإضراب طبعا هي نقطة النقابات المستقل أستاذ هاني يعني فكرة تأسيس نقابات العملية المستقلة خارج التنظيمات النقابية المتعرف عليها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعني هل هذه استجابة للمتغيرات التي طرأت على أوضاع العمال واللي احنا يجب ان احنا نواكبها أم كما يراها البعض فتنة نقابية بتهدف إلى هدم المنظمات النقابية القائمة منذ سنوات طويلة لا ده تصحيح وضع وضع المستقل ده جد لتصحيح الوضع يعني من سنة 48 ومصر المصدقة على اتفاقية 87 و98 من اتفاقية الخبرية النقابية احنا طلبنا نصف تعدودية نقابية احنا طلبنا فكرة الحرية النقابية الفرق الفرق حضرتك انا دلوقتي ليه الحق اللي انا عنده نقابة واحدة او اكتر من النقاب فتديديني الحرية دا افضل النقابة لو عنده نقابة واحدة ومشتغالها كما ينبغي فليه الحق ان انا ننظم نقابة تاني او تالت لكن انا ما اقولش اللي يبقى فيه 50 نقابة في المنشأ لا انا بطالب بحرية نقابية ما يلزمنيش إلا أنا أبقى ملتزم إن أنا بشارك في النقاب لأ ممكن ما شاركش في النقاب ليه يلزمني إن أنا لازم أبقى منتسب لنقابة أو عدو في النقابة زي ما بيحصل دلوقتي في هيئة البريد ربطين السرديق الخاصة بالعدوية النقاب ودي حاجة يعني أنا لو ما شاركتش في النقابة بيش هاخد مكافئة نهاية الخدمة وأنا خارج من السرديق الخاصة فدي نفسها دي مشكلة السوائيل لما بيجي يجددوا رخصة بتاعته في خضاب الضمان لازم يخرج من النقابة وزارة الداخلية ما بتعترفش أغربيل لكن هنا المزولة المهنة مش طلبوا عطوة نقابة كأسواق ليه ألزم السوائيل اللي هو باعدو في النقابة بدول حرية يلتسب كما يشاء يعني أنت تكلم عن الحرية في تأسيس نقابات وليس تعددية يبقى عدو حرية أس نقابة اتنين واحدة لو موجودة وشغالة كامل وانتوا اعترفوا على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأن الاتحاد العام يعني من 2006 وانتخاباته بطلة ليه ده حكم المحكمة الدستورية آه يعني كل الانتخابات اللي حصلت بعد كده ما فيش انتخابات حصلة من 2010 ورئيس مبارد أجلهم سنة نظر انتخابات مجلس الشعب طيب حصلت الثورة جدت سنة في سنة لحد وقتنا هذا جدت سنة في سنة وحاليا هم دلوقتي لجنة تسيير أعمال لجنة معينة من كبر الدولة طب المشاكل دي ممكن تتحل بدل النقابات المستقلة يعني ايه المشكلة فين الحال ده ما فيش قانون لحد دلوقتي الحورية النقابية الصدر آه يعني الدكتور الرئيس لما عمل القانون المجلس 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 العام القوانين المسلها حط في الاضراب والحد دلوقتي القوانين اللي تحطت أيام خالد الأزهاري والدكتور والأستاذ كمالها وعيتها كلها في الاضراب والوزيرة دلوقتي عمل القانون بماء باستاذ سامح عشور والحد وما اضطرحش أسان لحور المجتمع عشان يناقشوا معاه يعني حطوا قانون وحيطرع على مجلس الوزرع عشان يطرع على مجلس الشعب من غير احنا مرة عارف عنه حالي دي سياسة الدولة حالية سياسة الدولة بتكرم الاتحاد العام ماشي في اكاديمية الشرطة ممثل الامام يعني انا كعامل اتكرم في اكاديمية الشرطة غدأ الاتحاد العام بس مع اننا عندي هذا اتحاد في مصر والدولة المعترفة بي كم واحد؟ حوالي ستة 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 بالاضافة للاتحاد العام اه اه يعني في ستة اتحادات من ضمنهم طبعا اتحاد عمال مصر ديمقراطي هل لكم اي تعامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؟ لا شونا فيش اي تعامل ام استاذ ماجدي ايه انتم معترفين بالنقابات المستقلة لانه انا سامع تصريحات كده ضد هذا اه تماما يعني بص عشان انا انا الرجل اللي عندي مبدأ انا باحترم اي حد اي حد يقدم ايده للعمال عدا الذين تقاضون تمويل من الخارج اي حد يمدي ايده للعمال انا برحب به وبقول اهلا وسهلا طالما انت بتساعد في حل مشاكل العمال لكن الذين تقاضون تمويلا اجنبيا من الخارج انا ضدهم قلبا وقالبا دي نمر واحد نمر اتنين انا بقول ضد اي حد يتقاض تمويل من الخارج انا بقول انا برحب بأي حد يمدي إيده للعمال لكن أنا ضد أي حد أي حد يزبط عليه بطأي تمويل خلاص ده مجرم مطور أنا بقول أي حد أي حد يتقاضى تمويل ويزبط عليه ذلك أنا مش وظيفة أفدت الشهر الحاجة التانية مسألة الاتحاد العام للنقابات عمال مصر الاتحاد العام للنقابات عمال مصر بعد الثورة تحلل الاتحاد أمان الجماعية عمومية عملنا جماعية عمومية وجه الجيل بتاعنا إحنا كل سنة بنحاول نجري الانتخابات العمالية ونرسل طبقا للقانون نرسل لوزيرة القوى العاملة نقول لها لأن ده القانون بيجبرنا على ده القانون القائم اللي إحنا ضده عايزين نغيره كلام سالين بنقول يا سيادة الوزيرة من فضلك إحنا عايزين نجري الانتخابات لأن هي الملوط بها أن هي تقول إمتى تجرى الانتخابات لأن الانتخابات دي مش متجرى الانقابة وانقابة لأ لأ مجلس الإدارة معين من كبر الوزير لا لا سيبك من الوزير أنا منتخب ولا مش منتخب الدكتور أحمد عبد الزاهر معين بقرار من دكتور أحمد البارع طيب لحظة بس أنا أولا أكمل هذه النقاطة لكن بعد أن نأخذ هذه المدخلة من الأستاذ حمدي الجامع الرئيس قسم الاقتصاد بالأهرام العربي مساء الخير مساء الخير أهلا بحضرتك طيب يعني بفعيد العمال هناك بعض المشاكل اللي بنتحدث عنها في هذه الحلقة أولا فكرة الإضراب بعد حكم الإدارية العليا الأثار يمكن غضب بين الأوساط العملية رأيك إيه في هذا أولا أعتقد أن الناس لم تقرأ حكم الإدارية العليا بشكل صحيح أعتقد أن الإضراب متعلق بحالة محددة أعتقد أن كل المصريين مع حكم الإدارية العليا المشكلة أن مصري بعد 25 يناير لم يعد أحد يقرأ أو يعطي نفس الفرصة أن يفهم الكل يأخذ بعض العنوين ويخلق مشكلة من له مشكلة الحكم ليس لو علاقة بحق الإضراب الحقيقة الحكم يتعلق به ووضع محدد جدا جدا أما حق الإضراب فهو حق أصيب في الدستور المصري والسؤال هل المصريين بعد 25 يناير استخدموا هذا الحق بشكل جيد أعتقد أن احنا يتزنى فكرة حق الإضراب حق المظاهرات أنا مع حق الإضراب ولكن يكون الإضراب بشكل جيد حق أهداف وحماية العمال ويكون الإضراب له أسس وليس بشكل ابتزاز أنا مع الإضراب لأن الإضراب هو حق أصيل لأي عامل عندما يتعرض أو مجموعة من العمال عندما يتعرض من ظلم الإضراب هدفه إيصال رسالة إلى متخذ القرار بأن هناك مشكلة في قطاع ما لدي العمال فيما يتعلقون العمالة المنطلية مظلومة في ظل هذه الأوضاع أعتقد حتى العمالة الجديدة التي تاخد 1200 جنيه حتى أدنى أعتقد حتى لو خد 1200 جنيه النهاردة أعتقد أن هذا شيء لم يستقيم لأن الأفعار استمعت بشكل كبير وأنا أطلبت أكثر مرة أن يكون الحد الأدنى الأقل لأجر هو 2500 جنيه بعد انتفاض قيمة الجنيه المقابل أنا سمعتكم في أعقاب المداخلة وانتوا تتكلمونا عن فكرة ما يسمى بالنقابات المستقلة لا يوجد شيء اسم نقابة مستقلة حيث نقابة ما تشفق أعمال لذلك النقابة التي هي معنية دخلت الصحفين أصلا أنا صحفي في النقابة التي أنا التي أنا أنتتني إليها مش قادرة تجيب لي حقي وعمل نقابة مستقلة لم يبالاشها أصلا يبقى أنا كده بنسب فكرة النقابات أنا بنسب فكرة العمل للنقابة دور النقابة دائما أن تحافظ على حقوق العمالة والعمال بعيدا عن أي سياسة لكن الواضح أن النقابات المستقلة بتشتغل سياسة ما بتشتغلش للحفاظ على حقوق العمال حقوق العمال هي شيء سامي وشيء مهم وشيء إنساني وشيء إسلامي وشيء ديني لنحافظ على حق عامل رسولكم يقول أعطوا الأجيرة حقي قبل أن يجب تعرفه فأتمنى أن كل واحد يتأدي للعمل العام وعايز يخدم العمال يكون حقيقي من جهوه وعايز يخدمه المحافظ على مصالحهم مش عايز يتاجر أو يعني وأنا بحيير الأستاذ اللي قال أنه ضد أي حد يتلقى توميل من الداخل ومن خارج تكره التوميل من الداخل وحش ومن الخارج وحش لأن ده أسمي للحق العمال أنا لما أقضى توميل من الداخل وأنا مثلا أعمالة مستقلة أو نقضى مستقلة أو نقضى مش مستقلة عشان أدمر خوة للعمال فأنا هنا بيكوني رسالة إحنا عايزين يفكر إنت العمال هي الباقياء نقاضة قوية إنت لو ما أحبب أقولها يكوني اتحاد العام لأن العمال مصر قوة جدا ويستطيع أن يخذ في وجه كائم من كان صارج الأعمال أو الحكومة إحنا عندنا مشكلة ومعادش وقد بانوا منها كتير الكل اللي بتتكلم عن العمال المتطلقين بالدولة المصرية وقطاع الأعمال أنا عايز نقابات تتولى مسؤولية وحماية العاملين في القطاع الخاص هذا هو الأولى لأن بالتأكيد الدولة لن تظلم الأعمال الموجودة لديها لكن القطاع الخاص بيت شعوباته والقطاع تتمرد 70% من حجم الاتثمارات فبالتأكيد أنا محتاج من قائبة من قائبة قوية تحافظ على حقوق العمال في القطاع الخاص النجرة الحكومة وهدم الحكومة من أثنين يتخنقوا مع بعض وكل مصالح وكل عزوش انتخابات أنا عتخذش من ده هيحمي حقوق العمال حقوق العمال عاية تجرد على حد فيانا عايز يشتغل صلاحهم على حد فيانا يتفع من جهد ومن وقته عشو خاطر يحمي أم المصر المظلمين وصلت الفكرة أشكرك أستاذ حمد الجامع الرئيس قسم الاقتصاد بالأهرام بس أنا لسا ما ردتش على الموضوع النقابات المستقلة أه بحنا هنكامل بالنسبة لمسألة النقابات المستقلة أه أنا أعترف أن المصر وقعت على الاتفاقية 87 لسنة 48 صدقت عليها أنا بقول صدقت أن مصر صدقت على الاتفاقية والاتفاقية بتقول أن المطلوب حرية نقابية أننا نمارس الحرية ونحن مع الحرية النقابية ونؤمن بالحرية النقابية لكن في نقطة أن في مادة برضو في تلك الاتفاقية بتقول إيه بتقول أننا علينا أن نحترم قانون الدولة دي نمرة واحد المادة تمانية من هذه الاتفاقية بتقول بتنص بالزبط كده يحترم العمال وأصحاب الأعمال ومنظمات كلهم منهم قانون البلد في ممارسة الحقوق المخصوص عليها في هذه الاتفاقية دي نمرة واحد دي نمرة تنية الاتفاقيات أجيال اتفاقيات الحريات أجيال يعني أي أجيال يعني النهاردة في سنة 48 كان فيه شكل للحرية كان ما كانش فيه حرية خالص فلما يجي يقول لك واه كل خمسين يعملوا نقاب حرية نقابية كل خمسين طب ما مصر أيضا وقعت على اتفاقات أخرى سالاتفاقية 135 اللي بتدي حصانة للنقابة اللي بتقولوا فيها إيه لو في حاجة هتعقق عن العمل وفي ممسلين عمال آخرين لا تبقى الأولوية لك أنت وانت اللي معترف بك على الأرض فاتفاقيات الحريات النقابية أجيال وفيه اتفاقيات بعد كده واتفاقيات بعد كده ومصر أيضا وقعت على تلك التفاقيات اللي أنا عايزة أقوله إيه؟ يعني رأيك إيه? أنا في مسألة النقابات المستقíveis أنا بقول إحنا حرصا على الاقتصاد الوطني وده رؤية التحاد مش رؤية الشخصية أن التعدودية تبقى في المستويات الأعلى يعني إيه؟ المنشأة أو المصنع تبقى فيه لجنة النقابية واحدة واللجنة النقابية واحدة دي تختار تروح أي نقاب عامة سواء تبع ده أو ده أو ده والنقابات العامة دي تروح مع الأتحاد دماشي تروح مع الأتحاد دماشي في أي حتة تروح لكن المنشأة اللي هي الخطر اللي هي بتبني الاقتصاد يبقى فيها لجنة واحدة ولها الحق انها تروح تبقى من النقابة العامة اللي هي عايزها اللي هي عايزها ليه النهاردة الكلام اللي مطروح كله ان كل خمسين واحد يعملوا لجنة نقابية أما يكون عندي شركة زي المحلة الكبرى فيها 24 ألف الكلام المطروح ان كل خمسين واحد يعملوا لجنة نقابية المطالب المطروح كل خمسين عامل يعملوا لجنة نقابية لما يكون شركة المحلة الكبرى فيها 24 ألف أنا هفترض أن نعمل 200 لجنة بس نقابية بس لو سين جات الصبح طالب وقال إحنا عايزين العلاوة تبقى 5% صاد هيقول لا عشان أبقى موجود ما يبقاش أول عمل لا تبقى 6 عين هيقول 7 8 ده ممكن صاحب العمل يستخدمها ضدنا ضد العمال يعني صاحب العمل يستخدمها ويعمل لجنة نفسه ويتعامل مع عزيه اللجنة لكن إحنا بنقول العمال تبقى الفايصل والعمال تختار من تختار نعمل الانتخابات والكل ينزل حلبة الانتخابات واللي تختاره العمال تعظيم سلام واللجنة النقابية اللي تطلع عليها أن تختار يبقى فيه نقابتين عامتين تبقى فيه ثلاثة كلام سليم أنا ما عنديش أزمة طالما بره بعيد عن الشركة وبعيد عن المصنع خلاص عايزة بعد كده النقابة تروح فيه عشر اتعداد فيه عشر اتعداد لكن في النهاية أنا كل همي وكل مشكلتي فين؟ في المنشأة اللي تحت اللي فيها الاقتصاد لكن فوق ده اخناق الكبار مع بعض رأيك ايه في كلام ده أستاذ هاني؟ أنا أنا بختلف مؤسس المرد في حيطة للنقابة الواحدة دي ليه فين الحرية هنا في موضوع الحرية هنا لو نقابة واحدة؟ طيب عندنا يعني مازحة دي مثال أنا ماني؟ من أكبر كلاة صناعية في العالم كله فيها تمن التحديات تمنين؟ ماشي؟ ما فيش أي حاجة على وقت العمل هو كان بيكلم جوه المنشأة على لجنة لجوه المصدر أنا بكلم مع حرية أن فعلا كل خمسين واحد يعملوا نقابة يعملوا لجنة قصدي هو قرون تلعب بكده؟ ما فيش؟ لا ما هو المقترحات لحد دلوقتي ما فيش لهم صدر بكده؟ لا ما هو المقترحات المقترحات أنا دلوقتي حضرتك أنا عندي زي أستاذ مجد بيقول عندي غز المحلة فيها تلاتة وعشرين ألف عامل هيبقى فيهم طيب نقابة أنا كصاحب عمل أو كمسؤول أقعد مع الممثل الأكثرية العدلة الأكثر عدلة في التمثيل هو ده اللي يبقى ممثل عندي العمال ماشي؟ وكل يطرح نفسه أنا دلوقتي فين قابتين في المنشأة هنا فين قابة والنقابة في الأساس في الأساس إيه الهدف بتاعها؟ إنها تجيب العمال حقوقهم وظروف العمل خلاص هل ده تحقق في النقابة ديت؟ خلاص يبقى تعظم السلام وانتصب له إن قابة حقيقته تعظم السلام وانتصب له وما فيش ازدواجية في النقابة أو ثلاثة أو عشر هو الاشتراك من قام واحد هو ديبقاش إجبارية طيب أنا بس وكمان إيه أنا حد دلوقتي الكلامي مش معناه أنا بطلب بتعددي غير متخصص اللي يرد أستاذ هو الكلام يبدو غريب بعض الشيء أنا كلامي مش بطلب بتعددي يعني أنا كلامي حتى قلت في أول البرنامج أنا مش بطلبش بتعددي أنا بطلب بحرية يبقى عندي الحرية لو الحرية قدت لتعددية بس الحرية بهذا الشكل ممكن يساء استخدامها لا ما قانونه نظم ما هو ما فيش لسه طب ليه ما صدرش يعني خمس سنين دلوقتي بعد الثورة ليه القانون ما صدرش ده فيه جيمية قانون بيصدر في ساعة أنا عندي قانون يمكن هذا القانون منتظر مجلس الواد لا لا تبقى عندي قانون خدمة مدنية اللي ما كانش مفضل طب تبقى للدستور تبقى للدستور تبقى للدستور قانون العمل وقانون النقابات من القوانين المكملة للحريات ومما إنها من قوانين المكملة للحريات لا ينفعش أنها تصدر إلا بموافقة سلسية مجلس النواب هذا ما ينص عليها الدستور دستور 2014 قانون خدمة مدنية صدر بكارج جمهور لا لا ما أنا أقول لك لا يعتبر من القوانين المكملة للحريات في فرق بين الخدمة المدنية وفي فرق بين قانون العمل وفي فرق بين قانون العمل وقانون النقابات من القوانين المكملة للحريات لكن قانون خدمة المدنية لا قانون خدمة المدنية البديل لقانون 47 قانون العمل لا القانون العمل هو قانون 12 لا ده قانون العمل مكتر أولا على فكرة وزيرة القوى العمل قالت هذا الكلام في كلمتها التي تقيلت يوم عيد العمال قالت ان قانون العمل ما نقدرش احنا عملنا عليهم حوارك مجتمعي ما نقدرش نخرجهم دلوقتي لان طيب خلي الدستور من القوانين المكملة للحريات التي لا تصدر الا بموفقة سلسية مجلس النواد هل في مشروع قانون دلوقتي طب اتطرح لمجتمع حوار مكمل وكان من عندكم ناس مساعدة كان بيحضر لقانون العمل اللي كان بيحضر مقانون النخابات يعني في ناس يعني انا معترض يعني مش هو المجال يعني اللي انا عايز اقوله بس يا باستاذنا في نقطة محددة هو بيقول الاكسرية يتم التحامل معها بل الاكسرية دي انا ممكن الصبح لما اقولي العلوة 6% يبقى مع الاكسرية لما يجي بواحد تاني يقول 7% يبقى مع الاكسرية والتاني هتبقى 8% بقى الاكسرية مصدقيت ايه دمتفر الموضوع محتاج ترتيب احسن من كده يعني هذه الفكرة يعني العمار تختار مش هنختار حضرتك دلات شغال معايا في المنشاقة بقى لك سنين فالاكد عارفه استاذ مادي بقى له كتير ها اول ما ينزل التخاباته بعارف الرجل ده عيبقى عنده مصدقية بقى تقول 6% وحيبقى لا ده مش هيبقى كلام لم مصدقية خالص خلي ديمقراطية هي اللي تختار ديمقراطية لو قدت تعددية دي برده برضو ما نوقفهاش او ما نوقفش اصدق لا مش هنوقفه خصوصا لو كان في قانون بقى بينظم الكلام دا خلينا ننتظر القانون خلينا ننتظر القانون احنا كنا بنناقش قبل كده في حلقة سابقة يعني نفس الكرام ولكن على نقابة الصحفيين والنقابات الاخرى اللي ظهرت يعني جنب نقابة الصحفيين ممنوع لانها الاقوى يعني ما كانش ده الكلام بغض النظر مين الاقوى ومين ممنوع كان فكرة انه ظهر من بعض تلك النقابات المستقلة نقابات نصبت على الاعضاء اللي فيها وخدت منهم فلوس ومقدمت لهمش اي خدمات ومش مسجلة نفسها وفيه قضايا في المحاكم دلوقتي اللي يضمن انه كل هذه الكيانات اللي بتنشأ بعيدا عن الاتحادات الرسمية ما تكونش فيها شبهة نصب طبعا انا ما بتكلمش على اتحاد عمال مصر ديمقراطينا بتكلم بشكل عام بشكل عام فيه تسجيل بيساكل في الكرام العامل اللي بوضع اوراق في الكرام العامل بيعمل اي اجراء ومع ذلك الوزارة الكرام العامل بتديني جواب لي فتح حساب في البنك وبحصل الاشتراكات ويضع في الحساب في البنك اتحاد عمال مصر ديمقراطي بيقدم اي للعمال يعني اهدافه نشاطه يندرك تحته مين كده يعني الحد دلوقتي احنا بنقابل مع وقات كسارة جدا على عرض الواقع انتو بقى كم سنة عنا سنتين من 25-04-2013 بقى عنا دلوقتي يعني خلال اول سنة ديت كان الوزير كامالة وعيطة وقف اصاب نقال بمكالبها مع انهم رحموا من نقابات المستقلة وعطلنا كتير لدرجة دللي احنا غيرنا مجلس الادارة بسبب التعطيل ده كله وبقى عنا سنة شغالين الدولة دلوقتي ما بتعملناش ككيان على الارض الواقع اه ورقي بس اه حدت ورقك وقيت عندي رسم مع ان الوزيرة نهد العشري قالت ان النقابات المستقلة موجودة واحنا بنتعامل معها موجودة اه بس على الورق ده كلام للإعلام بس يعني فعلى ارض الواقع وزارة الكامالة عاملة ما بتقابدناش كمان طلبوا المنطقة اكثر من مرة متقابدناش مع ان بابها مفتوح للاتحاد العام وهي اعلامت قبل كده قالت ده اللي اسمه الاتحاد الحكومي يعني الاتحاد العام للعمال اصبح اتحاد حكومي طيب فضل ديها واحدة يعني استد مجدي رأيك ايه في هذا الموضوع اخيرا انا بالنسبة للفلوس احنا فلوسنا اموال عامة ايه احنا فلوسنا من الشراكات العمال اموال عامة برائب عليك جهاز المركزي المحاسبات في كل شيلن كل شيلن بصرفه مسألة موضوع اتحاد عام اه احنا كنا في مؤتمر العام العربي الاسبوع اللي فات في الكويت كان حوالي اربع اتحادات عملية كانوا مشاركين في المؤتمر وبالتالي انا بعتبر ده ان ده ان هم موجودين طيب عموما في عيد العمال ما زالت المشكلات موجودة ما زالت هناك مشكلة الاضربات ما زالت هناك مشكلة النقابات المستقلة يعني نتمنى ان القانون اللي حيصدر يريح كل عمال مصر انهما في الاخر قطرة التنمية اللي احنا بنعتمد عليها في يعني مستقبلنا اذا كان عايزين يبقى لنا مستقبل واعد في هذا البلد اشكركم شكرا جزيلا وبالتأكيد واضح انه للحديد بقية اشكرت شهد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كما اشكرك ايضا استاذ هني عفيفي الامين العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطي شكرا جزيلا ان حضوركم شهديني بهذا بتنتهي هذه الحلقة من خطوط تماثة الاسبوع القدم حلقة جديدة شكرا لكم اشتركوا في القناة